معنا الدكتور عبد العزيز بن صغير رئيس مركز الخليج للأبحاث دكتور عبد العزيز بن صغير مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض دكتور قطار المصالحات والسلام في الشرق الأوسط لا يتوقف برأيك ما الذي يدفعه بهذه السرعة وهل يعني الدفاع هذا القطار تصفير الخلافات بين الدول التي كانت مختلفة أو التي كانت على عدم توافق في كثير من الملفات أم أن هذا الأمر تنظيم الخلافات وتأجيلها برأيك أولا مساء الخير لك ولمشاهدينك في كل مكان وأتقبل الله الطاعات من الجميع على العموم النقطة المهمة في هذا الجالب هناك توجه المملكة العربية السعودية تبنى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس ملس وزراء الأمير محمد بن سلمان في ترتيب العلاقة الإقليمية حينما شعر أنه لا يمكن الاعتماد على العلاقة الدولية الخارجية في ترتيب قضايا المنطقة فوجد أن الأصلح والأوفى هو ترتيب العلاقة الإقليمية في المنطقة بداية من العراق وأيضا بعد ذلك تركيا ثم إيران والآن وصلنا إلى مرحلة المفاهمة في اليمن هذه الترتيبات المهمة هدفها الأساسي كلما خفض التصعيد في المنطقة هنا لأنه في السابق مرحلة الستينات وما بعد كان هناك مرحلة الحرب الباردة فكانت كتلتين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة والكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي فكانت الدول العربية بعضها تنضوي تحت الجانب الشرقي أو الجانب الغربي ولكن بعد مرحلة 2015 استشعر سموه الكريم أن الدور الغربي الأمريكي في المنطقة بدأ يتراجع وبدأت التزاماتهم لا يتم الوفاء بها كما كان معتاد أو على أقل هناك مفاهمات تاريخية في هذا الجانب فوجد أن من الأسطح إعادة تنظيم وترتيب العلاقة لسبب لأن المملكة لا يوجد لديها أطماع تدخلية أو توسعية في أي من هذه الدول وهذا الاتجاه على فكرة تبنته أيضا دول أخرى في المنطقة مهمة مثل تركيا تركيا بدل ما غيرت موقفها فيما يتعلق بسوريا غيرت موقفها تكتور سنأتي عليها لكن في موضوع تراجع الدور الأمريكي هل يمكن القول اليوم مثلا بأن تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط وهو ربما حتى أيضا تحدث فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن في فترة سابقة بأن الولايات المتحدة ستعود إلى الشرق الأوسط في إشارة إلى أن الدور الأمريكي تراجع في المنطقة هل ترى الدكتور بأنه أفضى بالضرورة لدخول لاعب جديد مهم شرقي في المنطقة نتحدث هنا عن الصين وما حدث منها كوسيط لعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران يعني العلاقة مع الصين علاقة مهمة جدا على المستوى العربي هناك أكثر من 350 مليار دولار والصين بدأت تلعب دور مهم جدا السؤال هو الذي يطرح نفسه أنا بالنسبة لي أن الأزمة الأوكرانية هي من سوف يحدد إذا هناك عودة لمرحلة الحرب الباردة أو لن يكون هناك عودة لمرحلة الحرب الباردة بمعنى لو انتصرت روسيا في حربها على أوكرانيا فهذا سوف يشجع الصين في الاندفاع نحو تايوان ويضعف من الدور الأمريكي الغربي في هذا الجانب وندخل مرحلة حرب باردة جديدة إذا لم تنتصر روسيا في حربها في أوكرانيا فهذا يعني أن الهيمنة الأمريكية الغربية سوف تظل قائمة وهذا سوف يضعف أيضا من الدور الصيني الصين بلد لها علاقة اقتصادية قوية مع الدول العربية ومع المملكة بالذات المملكة الشريكة الأكبر والأهم بالنسبة لها والدور السياسي الصيني القاء الجديد مرحب به بكل معنى الكلمة لأن المملكة قبلت بالوساطة الصينية فيما يتعلق بالأزمة الإيرانية كطرف ضامن للسلوك الإيراني وما ينتج عنه من تصرفات دكتور يعني اليوم هل بات من الضروري اتجاه الدول الإقليمية الكبرى في المنطقة تحدث هنا عن الشرق الأوسط الاتجاه للتهدئة للاستقرار يعني هل هي تنم عن حالة عدم الاستقرار الدولية التي خلفتها الحرب الأوكرانية الروسية احتمال نشوب أزمات جديدة بسبب تدعية هذه الحرب في الشرق الأوسط أما أن خيار المشاريع التنموية والاقتصادية والاتجاه أيضا إلى تسوية الخلافات هو مرتبط بهذه الحالة من التهدية يعني شوف بالتأكيد المملكة تولي التنمية والاقتصاد أهمية كبرى حتى قرارها فيما يتعلق بقضايا النفط هو مبني على قرار اقتصادي له علاقة بمشاريع التنمية في المملكة والازدهار في المنطقة بشكل عام هذه الدول بدأت تحذو نفس الحذو تركيا أرادت أن تصفر مشاكلها أيضا مع دول الجوار بالنسبة لها إيران الآن أرادت أن تعيد علاقتها لأنها أصبحت مشغولة بأوضاع اقتصادية ومتردية في داخلها العراق بدأ يهتم بإعادة الإصلاح الداخلي ومحاربة الفساد والاهتمام بوضع الدينار وكذا فشعروا أن التوجه المملكة في التركيز على التنمية الاقتصادية هو التوجه الصحيح ولذلك هذه الدول تحذو نفس الحذو الذي تبنته المملكة من هذا الطرح المملكة هي تقود الآن دفت هذا التوجه المهم جدا بالنسبة للتنمية والاقتصاد والإنسان بالشكل الأكبر والأهم فأيضا هذه الدول حينما تبنت هذا المملكة فتح ذراعيها رحبت الآن بعادة ترتيب الأمور للسببين لقد قلت لك ياها هذا يفرض أيضا على دول المنطقة أن يكون لديها الحماية الذاتية وأن لا تعتمد على مصادر خارجية لتوفير الحماية وهي لا تريد على فكرة دول المنطقة والخليج بالذات المملكة العربية السعودية لا تريد أن تكون طرفا في حرب باردة قادمة لا تريد أن تحتفظ بعلاقتها المتميزة الاقتصادية مع الصين تريد أن تكون لها علاقة السياسية والأمنية العسكرية مع الولايات المتحدة ومع المعسكر الغربي أيضا تريد أن تحتفظ بعلاقة قوية وجيدة مع روسيا التي تشترك معها في قضايا الطاقة وقضايا مهمة فإيجاد هذا التوازن يتطلب إعادة ترتيب البيت إقليميا يتطلب تنسيق المواقف حل المشاكل التركيز على التنمية وهنا السؤال المهم يا دكتور تسوية الخلافات بين دول المنطقة فيها الكثير من القضايا الرئيسية والقضايا العالقة التي لا يمكن حلها من خلال محادثات قصيرة مثلا أو مدة قصيرة لأن القضايا كبيرة جدا فكيف سيتم التعامل معها في تنظيم علاقات هذه الدول بين بعضها البعض هل ستبقى مثلا هذه الخلافات مثلا مؤجلة أو تبقى عالقة ومحاولة الحفاظ ربما على التهدئة على الاستقرار تنظيم أي خلافات أم ترى غير ذلك يا دكتور خلينا نأخذ مثال المملكة حينما فتحت على تركيا واستقبلت الرئيس التركي وزار سمولي العهد إلى تركيا الآن هناك حوار سياسي تركي سعودي مستمر وموجود فالتنظيم لكن الأساس والرغبة الأكيدة عند الطرفين في حل الخلافات والانتقال إلى مفاهمة تضمن مصالح الطرفين المملكة لم تعد تقبل فرض إملاءات عليها ولم تعد تقبل أن تكون الطرف الأضعف في التفاوض أو في منظور المصالحية تريد توازن في العلاقة مصالح مشتركة هذه ربما تأخذ وقتها ولكن طالما أن الهدف الأساسي موجود وقائم وهو الترتيب العلاقة الإقليمية وعلاقة متوازلة المملكة أخذت موقف من تركيا حينما كان هناك استعداء تركيا لمصر واستخدام الإخوان المسلمين في مواجهة مصر لكن حينما بدأت الحسن من علاقتها مع مصر وتعيد ترتيب العلاقة معها المملكة رحبت بهذا الجانب وبالأمس كان هناك لقاء لمعالي نائب وزير الخارجية السعودي مع نائب وزير الخارجية التركي اجتماع سياسي حول الأجندة السياسية المشتركة فيما بين الطرفين أيضا مع إيران المملكة دائما كانت تقول نريد الحوار المباشر مع إيران ورحبت بالدور الصيني كطرف ضامن في هذا الجانب رحبت بزيارة وفد سعودي إلى صنعان مع وفد عماني أيضا للمفاهمة حول ترتيب الأمور واطلاق صراح الرهائن والأسرة وأيضا الانتقال إلى مرحلة جديدة ومهمة في حوار يمني يمني هذا يخدم المصلحة الأقليمية يخدم التنمية يخدم المشاريع الكبرى يخدم الاستقرار لأن شعرنا في المنطقة هنا أن العنصر الخارجي الذي كان يتدخل في عمليات ترتيب الأمن الإقليمي لم يأتي بنتيجة ولم يؤدي هذا الدور وأصبح كل طرف من مصلحة جميع الأطراف أن ترتب علاقتها الإقليمية فيما بينها طيب أنت تقصد بهذا الطرف الولايات المتحدة دكتور الولايات المتحدة بالتأكيد لأنها كانت يعني الولايات المتحدة من 57 ميلادي وتواجدها بعد موضوع قناة السويش والانسحاب البريطاني الفرنسي كانت هي موجودة ولكن تواجدها في ذلك الوقت كانت تزامن أيضا مع الوجود السوفيتي فكان بمعنى أنه كان هناك مرحة الحرب الباردة الآن زي ما قلت لك أصبحت هي لاعب طرف أساسي هناك قضايا كبرى ولذلك الولايات المتحدة في بعض الأحيان يعني يدعون أنه إعادة تشكيل القوة إعادة تموضع القوات تخفيض نسبة بالرغم أنه في الفترة الأخيرة لاحظنا أن هناك نوايا كبيرة أمريكية لإعادة ملء الفراغ والتواجد مرة أخرى بشكلها السؤال هل نضمن هذه التحركات الجديدة التي تقوم بها سواء وزاعة الدفاع الأمريكية أو الخارجية أو السياسة الأمريكية في المنطقة هنا هل لدينا الاطمئنان الكامل أم نحن نريد أن نكون متأكدين من أنفسنا بمعنى بناء قدراتنا وبناء القدرات على فكرة لو لا حتى المملكة تجهت إلى التصنيع العسكري إلى التدريب العالي لأفرادها والقواتها المسلحة لأنها لا تريد الاعتماد فقط على العنصر الخارجي وإنما بناء القدرات بما في ذلك التصنيع والتمكين من القدرات وهذا بشكل أهمية كبيرة أشكرك جزيلا شكر الدكتور عبد العزيز بن صغير رئيس مركز الخليج للأبحاث شكرا أن تكتب لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة